في سياق متصل يسعى فريق النصر السعودي إلى إحكام قبضته على صدارة المجموعة الخامسة عند استضافته اليوم في أرياض فريق استقلال دوشنبا الطاجكستاني ضمن مباريات الجولة الثانية وأتغلب النصر الذي يسعى للفوز للمرة الأولى في تاريخه بلقب هذه البطولة وأتغلب في مباراته الافتتاحية على بيرس فوليس الإيراني بهدفين دون مقابل بينما تعادل الفريق الطاجكستاني في مباراته الافتتاحية بدون أهداف مع الدحيل القطري